المقال بعنوان الفنانة المغربية أسمى المنور تتنكر المحمد جبالي وانتي برتاجيت في دليلة منك كأنك موافق على الكلام هذا ولا؟ شو اللي صار؟ أسمى المنور محمد جبالي؟ والله شو أسمى صوت حلوة ماشاء الله علي والناس كل تعرف معناها يعني في بداياتها احنا ربي خلقنا أسباب مش أناس مشقول زعم كنت السباب نجاح لكن أنا ساهمت في بداياتها والناس كل تعرف من خلال أغنية أشي السرلي فيك يعني وتسجلت غنية ونجحت وجيت برشا مرات تلتون سنة مارجل أغنية وغنينها مع بعضنا وبرنامج تلفزي كرتاج لها مش معي طلعت مع حسين الجسمي أما أول ما غنيت أشي السرلي فيك معنا ذيك بطاق تعريفتها فاللي صار منذ سنتين تقريبا كنت فكر في عرض مهرجان كرتاج في فكرة اتصلت بها جاوبني أخوها مدير عمال اللي هو مدير عمالها قلت له هاي الفكرة وأنه نحب نقدمه عرض مهرجان كرتاج قال لي مرحبا ومازلنا كي كنا مسافرين طنن نتصل بيك نهارين متصلش بي عاو تكلمتو قال لي طنن نكلمك سيموحمد ومنجمت نحكي منا ومنا 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 وقلت له راهو الحمد للارب وفقنا في أول ديو يعتبر أنا وأسما معناها أشي السرلي فيك قال لي لا سمحني سيموحمد انتي فنان محبوك ونقدروك لكن راه أول ديو كان مع عبدالله رويشد وكاذم السهر قلت له مش مش عاركوش كون أول ديو مش مشكل مهمة هي ناجحة وتستاهل هي ما تذكرش تذكر كاذم السهر عبدالله رويشد محمد جبالي كان سألوها ما سينا نفهم جميع تكلمت مش مشكل وانا عمري ملاوج ياخين بعد أنا عندي ليز ارتيكل نحتفظ بيانا على اساس قال لي أول ديو دو ميل سانك مع عبدالله رويشد ولا كاذم السهر واللي عندي أنا ارتيكل مكتوف جريد كاذم السهر على خطا محمد جبالي مش مشكل شكون له مش هيدا المشكل أما النكران الجميل معتها بعد بعثوا الارتيكل اللي هبطت أنا مساجل في السيديو دو ميل تروى أشي سيرلي فيك في السيديو بعثت رويو بالواتساب كل شيء ما رجعش اللي رجع له هو اللي هي فما كتبش عليك خطيت في خاطر ربي وفاقة لكن عيب معناها يعني تحسيل أنا بعد كتبت في الأخر شوفي غيرو ما عنده مفهمة غناية مغربية ديك شوفي غيرو والشي بك دي ما تبعا يالي عادي والحياة مستمر والحياة تستمر